جنى عليه من كاد أن يكون رسولاً عوق في أصابع اليد بسبب عقوبة نفذها معلمه بحقه هذا هو حال الطفل حسين من محافظة بابل الذي نسى تحضير واجبه المدرسي فخلف له معلمه تذكاراً مدى الحياة هذا هو الحال الذي أصبح به الطفل حسين قطع بأوتار أصابعه نتيجة عدم تحضير واجبه المدرسي عقاب لم يكن بقدر الذنب الذي اخترث فالمعلم هنا بات جلاداً لمعاقبة أخطاء الطلبة بالضرب المبرح إلى أن سالت دماؤه قبل إجراء عملية جراحية له في أحد المستشفيات شف ما أخطط الدفتار وأخطط بش أريد أن أخطط والطالب قال له هاي مصر قال له هاي تضربني الطالب قال له هاي مصر حديد أستاذ جابها قاس أول ضربه قام يزب ديم قم تبشي نابا نازميدي ويطرب بيها ست مرات قاية تخطي الدفتر هو وهاي اللجوء إلى القانون هذا ما اتبعته عائلة الطفل برفعها دعوتاً قضائيةً عن المعلم كاميرا قناة رابعة وصلت إلى عائلة الطفل لتبيان الحقائق والوقوف على أحداثه حادثة الاعتداء فدقين الباب جاي المعاون هو أستاذ حامد ويا هو نفسه هذا المجرم ما قل معلم المجرم فش قال له للوالد الطفل هو أخوي بالمناسبة قال له يا بعد ابنك وقع ونجرح بيده مدينة المستوصف لا فينا ما شنو فأخوي جرح بسيط قال له لا يا باب وعادي ما شنو رجع البيتة وكل شي على وضع الطبيعي فهناك البقت متأخر من المغرب فحسون كانت ايدا توجع خطيئة ففعلين الايدا لقين هذا الحج وين وهذا وين هذا ايدا مشقوقة صابعة ثلاثتين كلنا تعلمنا إن التربية تأتي قبل التعليم لكن المعلم كان له رأي آخر فحديث كاد المعلم أن يكون رسوله قد طبق عكسيا فعدم تحضير واجب مدرسي يتسبب بقطع أوتار لطفل لم يتجاوز الاثني عشر ربيعا من عمره زيدي الشهيبة رابعة بابن اشتركوا في القناة